بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم جميعا نرضى في أربع قرارات جمهورية صدرت خلال الساعات القليلة الماضية القرارات الجمهورية تعيين أو تجديد لمسؤولين كبار في الدولة أول قرار عندي قرار جمهوري بتعيين الدكتور نظير عياد مفتين للجمهورية خلفاً لفضيلة شيخ الدكتور شوقي علام مفتين الجمهورية السابقة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أستاذ العقيدة والفلسفة وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ وحصل الدكتور نظير على لصنص صول الدين في العقيدة والفلسفة في مايو عام 1995 ووصل إلى منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وكما نشر خلال الساعات القليلة الماضية أنه اختيار دكتور نظير عياد أو ترشيحه جاء بتسكية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر كل الشكر والتخدير للدكتور شوقي علام هذا الرجل الخلوق دمث الخلق العالم الجليل المتواضع المفتي السابق وكل الشكر والتخدير والعرفان على ما قدمه لدار الإفتاء المصرية وهذا التحرك الواعي الذي قام به خلال الفترة الماضية لتتبوأ دار الإفتاء المصرية مكانها ومكانتها على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة العربية أو على مستوى المحلي في مصر فقط فكل الشكر والتخدير للدكتور شوقي علام قبل أن أوجه التهنئة للدكتور نظير عياد وأتمنى له كل التوفيق في هذه المهمة الجليلة التي يترقص فيها دار الإفتاء المصرية القرار الجمهوري الثاني هو قرار بتعيين الدكتور محمد الفيصل اليوسف قائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وطبعا خلفا للمستشار الجليل هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق الذي انتهت مدته القانونية خلال الأيام القليلة الماضية وصدر قرار الجمهوري باختيار نائبه نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار أيضا محمد الفيصل يوسف للقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وطبعا استقباله النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهنأه بثقة القيادة السياسية وقاله الدكتور مدبولي نحرص على التعاون والتواصل المستمر مع الجهاز المركزي للمحاسبات من منطلق دوره المهم في تقييم الأداء وتصويب أي إجراءات بما يسهم في تحقيق المصلحة العليا طبعا لابد أن أشكر المستشار الجليل هشام بدوي الذي ترقص الجهاز المركزي للمحاسبات وانتهت مدته القانونية هذا الرجل الخلوق أيضا الجليل أيضا مستشار وقاضي جليل وأدار الهيئة أدار الجهاز في وقت حرج وهادئ وكان لمساته الإدارية واضحة دون صخب كان يعمل دون صخب وكان مصدر ثقة للجميع يعني أشكر المستشار الجليل هشام بدوي قبل أن أهن المستشار الجليل محمد الفيصل يوسف والحقيقة عرض المستشار محمد الفيصل يوسف على الدكتور مصطفى مدبول النهاردة وبصفته كان نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أبرز أنشطة المركزي للمحاسبات خلال الفترة الماضية تطرق المستشار الفيصل إلى دور الجهاز فيه رئاسة لجنة حوكمة الاسمارات الأعامة الكلية للدولة لتعزيز جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاسماري في إطار برنامج عمل الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد الكل طبعا الموازنة قالت أن الاسمارات الحكومية لن تزيد على تريليون مين اللي هيرائب؟ مين اللي بيتابع الجهاز المركزي للمحاسبات؟ الجهاز المركزي للمحاسبات يعد ويعتبر أهم جهة رقابية على الحكومة على المال العام حارس على المال العام الجهاز المركزي للمحاسبات حارس أمين على المال العام ولديه رجال يعني يوصفون بأنهم أشداء في الحق الجهاز المركزي للمحاسبات بيشتغل وبيعمل بجد واجتهاد وأمانة وروح وطنية وفي هدوء شديد جدا لا نسمع لهم صوت لأنهم بيشتغلوا الجهاز المركزي للمحاسبات أهم جهة رقابية بتدافع وتحافظ على المال العام أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع كان متجدد له سنة والنهاردة سيادة الرئيس جدد له سنة أيضا اعتبارا من 12-8-2024 والفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعدو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من 12-8-2024 كل التهنئة للفريق أسامة ربيع وكل الأمنيات الطيبة بدوام التوفيق والسداد في مهمته الصعبة ويقول للفريق أسامة أدهب أدود فريق أسامة ربيع خالفا للفريق مهاب مميش اللي كان رئيس الهيئة السابق والفريق أسامة ربيع الحقيقة خلال السنوات القليلة الماضية أحدث طفرة حقيقية في أداء قناة السويس والعوائد والتنمية الحقيقية المستدامة من خلال مشروعات عديدة بنتكلم عليها بقول تاني أنه ربما الظروف اللي بتمر بها قناة السويس حاليا والحرب الدائرة في جنوب البحر الأحمر التي أثرت على إرادات وعوائد قناة السويس بقول إن هي لن يعني تثنينا على إن إحنا نقول إن إحنا نكحين وقناة السويس الحمد لله خلال الفترة الماضية أصبحت يعني أهم من ممر ملاحي في العالم لو لا إنه التطورات الجيوس سياسية الموجودة وحرب غزة والحوثيين وأمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب وجنوب البحر الأحمر أثر على إرادتنا وأفقدنا يعني فقدنا منها حوالي 6 مليار خلال الفترة الماضية أنا بقول للفريق أسامة ربيع لا تبتأس إن الله معنا وإن شاء الله الأمور تتحسن وألف مبروك سياسة فريق أسامة أيضا القرار الجمهوري الرابع اللي أصدره رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السويس النهاردة تجديد الثقة بالسيد وليد جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام ابتداء من 12 أغسطس الجاري وبدرجة وزير يعني سيد وليد جمال الدين مستمر في منصبه كرئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأعتقد إنه خلال الفترة نشاط يعني نشاط واضح جدا منذ أن تم فصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن هيئة قناة السويس اللي كان بيترأسهم الفريق أسامة الفريق مهمميش النهاردة عندي وليد جمال شاب ومجتهد وناشط وعنده أفكار خارج الإطار ويعني ابن المدرسة الجديدة في الإدارة إنجاز التعبير هو كان نائب رئيس أعتقد نائب رئيس الهيئة في ممضة ومعه ناس بيشتغلوا بشكل جاد جدا وعندهم عقل متفتح جدا وأعتقد إنه مسندة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واجب علينا كلنا ليه؟ لأن دي أفضل منطقة استثمارية في ربوع مصر مش بس كده أفضل منطقة استثمارية جاذبة للإستثمار في المنطقة العربية هي منطقة قناة السويس المنطقة من السويس تحت في الجنوب على خليج السويس ومنطقة السخنة والأدبية ويصولا إلى الإسماعيلية والبحارات المرة وانطلاقا في الشمال لبرسعيد تاريخية قديمة غرب وبرسعيد شرق ويصولا إلى ميناء العريش أعتقد إنه ميناء طابة، ميناء العريش، ميناء السخنة، ميناء الأدبية، ميناء السويس ست مواني وطور، ست مواني تابعة للمنطقة الاقتصادية بالإضافة إلى تلت مناطق صناعية كبرى في الإسماعيلية وفي السخنة وفي بورسعيد وشارق بورسعيد أتصور إنه المنطقة الصناعية الروسية والمنطقة الصناعية الصينية والمنطقة الصناعية الهندية والمنطقة الصناعية الإماراتية عندنا مناطق صناعية في هذه المنطقة وايضا عنوان عريض للطاقة الجديدة والمتجددة الامونيا الخضرة الهيدروجين الاخدر منطقة واعدة احنا دورنا وواجبنا ان احنا نلقي الضوء على هذه المنطقة نلقي الضوء على المصانع الواعدة نلقي الضوء على المنتجات المميزة نلقي الضوء على هذه المنطقة بشكل عام وبقول انه كل يوم بيصل الى مصر المستثمر عينوا على المنطقة الاقتصادية لقناة سويس عايز اهني السيد وليد جمال الدين رئيس مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية لقناة سويس على ثقة القيادة السياسية واعتقد انه طالما تم التجديد للسيد وليد جمال معنا ذلك انه ما سبق من اعمال كانت مرضية وبالارقام والحقيقة يعني بيطلع عندنا بيانات كتير من الهيئة واحنا بنعرضها لحضراتكم لكن تاني بقول وانا رحت المنطقة الاقتصادية وصورت ممكن مرة او مرتين في جولة او جولتين والحقيقة يعني من لا يعرف المنطقة لا يعرف الكثير فاته كتير وبقول تاني على وزير التعليم الجديد وزير التعليم العالي الدكتور ايمان عشور ووزير الشباب اشرف صبحي وزير الاوقاف كمان الدكتور اسامة الازهاري الناس اللي شغالين في تشكيل وجدان المجتمع والشباب عايزين ننظم رحلات الى المناطق اللي فيها عمل وفيها انتاج عايزين نروح فين عايزين نروح ترشكة وانا اخترحت هنا ان احنا نعمل زيارة بالطيران لترشكة للناس اللي مش مصدقين واستجابة الشؤون المعنوية وانا بشكرهم جدا 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 وفعلا رحنا الى هذه المنطقة في تشكة والمشروع العظيم اللي هناك وشوفنا والناس شافت عايزين نروح وعايزين ولادنا يروحوا الشباب الشباب الجامعات اللي مش عارفين بلدهم فيها ايه شباب المدارس السنون مش عارفين ولادهم فيها ايه بلدنا فيها خير كتير عايزين نروح للمنطقة الاقتداء نشوف المصانع نشوف المصانع احنا بنسب يا فين الصناعة المصرية فين الصناعة المصرية